ترجمة نانسي قنقر التي باتت شاهدة على ما تقدمه البحرين للصناعات العالمية في قطاع الألمنيوم من تميز وجودة كبيرة وحصة سوقية كبيرة جدا مملكة البحرين وفي ظل مسيرتها التنموية المباركة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عملت على الارتقاء بمكانتها الصناعية بشكل ملحوظ بدءا من وضع الأساس المتين من القوانين والتشريعات الرصينة التي مهدت الطريق لنماء وارتقاء الصناعات البحرينية إلى مستويات متقدمة جدا في مختلف المجالات ومن أبرزها صناعة الألمنيوم البحريني هذه الصناعة التي أبرزت الصناعة البحرينية إلى العالم بجودتها العالية والقدرات الكبيرة فنيا وإداريا بأياد بحرينية وطنية خالصة شركة مصنع ألمنيوم البحرين ألبا هذه العلامة البحرينية الفريدة سرعان ما تداركت قدرتها الفريدة على التمييز في هذا المجال وعملت على تطوير كل مجالات العمل والتمييز فيها بدءا بالتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية مرورا بتطوير الآليات والمعدات والأجهزة وصولا إلى بناء خط الصهر السادس الذي توج مسيرتها المميزة وحقق قفزة نوعية لعمليات الإنتاج في الشركة وباتت إلى جانب جملة الشركات البحرينية التي تحظى بالدعم والاهتمام من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسجيعا من الحكومة الموقرة لمختلف الشركات الوطنية الطموحة والعاملة على تعزيز قطاع الإنتاج والصناعة البحرينية جوائز عالمية وإقليمية كبيرة شهدت لمصنع ألمنيوم البحرين ألبا بالتميز والنجاح والاحترافية في تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية جدا تلب احتياجات السوق العالمية بكل اقتدار وهو ما عزز من مكانة المملكة عالميا في مجال صناعات الألمنيوم إلى جانب العديد من الصناعات التي تعمل المملكة على تطويرها ورفع كفاءات الإنتاج فيها لتبقى المملكة متوقدة بطاقات أبنائها وجهده من نبيلة لرفع رايتها خفاقة في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر